أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم خدماتي أيام قليلة ويبدأ ضيوف الرحمن في التوافد إلى الأراضي المقدسة السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام ربنا يكتبع لحضراتكم جميعا وزارة الداخلية كانت أعلنت عن إجراء أرعى للحج لهذا العام تقدم عدد كبير من المواطنين سواء عن طريق سام الشرطة بتأديم طلب كتابي أو حتى عن طريق التأديم عبر الإنترنت أو حتى عن طريق الاتصال بالكول سنتر اللي خصصته وزارة الداخلية والخطوط الساخنة وده من قبيل التيسير على المواطنين وزارة الداخلية أجرت قرعة علنية للمتقدمين للحج لهذا العام وفاز عدد من المواطنين بهذه الأرعى طيب بعد ما فاز المواطن بهذه الأرعى بيبدأ بعد كده مرحلة تسديد المصرفات أو سداد المصرفات وزارة الداخلية كانت أعلنت هذا العام أن مصرفات حج الأرعى مبلغ وقدره 175 ألف جنيه هذا المبلغ بيشمل حاجات كتيرة ربما أبرزها تذاكر الطيران سهابا وإيابا والإقامة في فنادق وزارة الداخلية السنادي نجحت أن تحجز فنادق قريبة من الحرم المكي والحرم المدني وده شيء رائع ومشهد رائع علشان الناس خاصة الكبيرة في السن لا تتكبت أي عناء وعلشان يقدروا يروحوا يزوروا بيت الله الحرام بسهولة ويسر وكمان يقدروا يروحوا يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة ويسر كمان في هناك اهتمام بمنظومة التخزية وتوفير الوجبات خاصة الوجبات المغففة أثناء وجود ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة سواء في عرفات أو في ميناء أو ما إلى غير ذلك أثناء المشاعر المقدسة كمان يعني توفير خيم مكيفة وفيها بعض الأشياء التي يجلس عليها الحجاج والاستراحات الخاصة بيهم كمان توفير وسائل المواصلات لنقل ضيوف الرحمن من مكة ومن الفنادي المقيمين بها إلى المشاعر المقدسة وعودتهم مرة أخرى وتفويقهم من مكة للمدينة وإلى عكس كل هذه الأمور وزارة الداخلية حريصة إنها يعني تم إبرامها سريعا وإن يكون هذه الأمور ميسرة على ضيوف الرحمن علشان الحج أو الحجة يقدروا 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 مناسك الحج بسهولة ويسر في وزارة الداخلية بتقدم هذا العام تيسيرات كبيرة جدا كمان المملكة العربية السعودية بتقوم بجهود كبيرة هذا العام من خلال حزمة من الإجراءات بتعلن عن بعضها الواحدة والأخرى في استقبال ضيوف الرحمن وعشان تسهل على ضيوف الرحمن وده مش جديد على المملكة العربية السعودية اللي بتقدم جهود عظيمة من قبيل مساعدة ضيوف الرحمن واستقبالهم لضيوف الرحمن خلال هذه الرحلة المباركة ربنا اكتبع لحضرتكم جميعا كل ما يشغلكم عن الحج والسفر والموعيد وحبايبكم المسافرين للأراضي المقدسة إن شاء الله ربنا رجحهم لكم بالسلامة هتكون محل شرح بالتفصيل هنا في هذا البرنامج فانتظرونا دوما وبرنامجكم خدماتي